أبناء الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذا الدرس المصور من دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية درسنا اليوم هو الجزء الثاني من مهارة الفعل المضارع المبني للمجهول هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا وقبل البدء بالدرس دعونا نحدد الأهداف يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تطابق الفعل المضارع المبنية للمجهول مع نائب فاعله في التذكير والتأنيث بدقة وأن توظف الفعل المضارع المبنية للمجهول في جمل مفيدة عزيزي الطالب لنتذكر معا ما اتسبناه من مهارات في الجزء الأول من الدرس فقد عرفنا الفرق بين الفعل المضارع المبني للمعلوم والمجهول حيث إن المضارع المبنية للمعلوم هو الفعل الذي يذكر فاعله في الجملة مثل يقطع الحطاب الخشب أما المضارع المبني للمجهول فهو الفعل الذي لا يذكر فاعله في الجملة مثل يقطع الخشب وعرفنا أيضا أن الفعل المضارع المبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره مثل تأكل وتأكل هيا بنا نتأكد من تحقق المهارات لدينا من خلال هذا التدريب التنشيطي عليك عزيزي الطالب أن تبين نوع الفعل الملون بالأحمر ثم تحدد فاعله ونائب فاعله ولنبدأ بالجملة الأولى ينشد الطالب النشيد الوطني ما نوع الفعل هنا ممتاز مبني للمعلوم ولماذا أحسنتم لأن الفاعل معلوم لدينا وتم ذكره في الجملة وهو الطالب ننتقل للجملة الثانية تحفظ الأسرار ما نوع الفعل هنا رائع مبني للمجهول ولماذا نعم لأن الفاعل لم يذكر في الجملة وما الذي ذكر إذن ممتاز ذكر نائب الفاعل وهو الأسرار نذهب للجملة الثالثة يغلق الباب ما نوع الفعل هنا رائع مبني للمجهول وما السبب جيد لأن الفاعل أيضا هنا لم يذكر في الجملة بل نابع عن الفاعل الباب ليكون نائبا للفاعل والجملة الأخيرة يزرع الفلاحون الأشجار المثمرة حدد نوع الفعل فيها صحيح مبني للمعلوم أين الفاعل؟ وهذا صحيح أيضا الفلاحون هو الفاعل وجاء دور التدريب التنشيطي الثاني عليك الآن إكمال الجدول من خلال تحويل الفعل المضارع إلى المبني للمجهول والعكس الفعل الأول يصنع حوله إلى المبني للمجهول تذكر أنه عليك ضم أوله وفتح ما قبل آخره أحسنت يصنع الفعل الثاني يرتب وهو مبني للمجهول عليك إعادته لسيرته الأولى أي للمبني للمعلوم أنت رائع نعم يرتب والآن الفعل المبني للمعلوم يغطي عليك تحويله للمجهول صحيح يغطى بضم أوله وفتح ما قبل آخره والفعل الأخير تغسل حوله للمجهول جيد تغسل هيا بنا الآن نناقش مهارة جديدة في الدرس الجملة الأولى يقضي الولد الإجازة في المنزل لحظ الفعل المضارع يقضي جاء بصيغة المذكر لماذا؟ صحيح لأن الفاعل الولد مذكر بالتالي لابد أن يوافق الفعل الفاعل في التذكير ننتقل للجملة الثانية تقضى الإجازة في المنزل أنظر للفعل المضارع تقضى هو فعل مبني للمجهول لأنه ضم أوله وفتح ما قبل آخره قارن بينه وبين الفعل يقضي في الجملة الأولى لماذا جاء الفعل هنا بصيغة المؤنث؟ إجابة مميزة لأن الإجازة نائب فاعل مؤنث بالتالي لابد أن يوافق الفعل نائبه في التذكير والتأنيث وننتقل للجملة التالية تشرح المعلمة الدرسة لاحظ الفعل المضارع تشرح هو فعل جاء بصيغة المؤنث لماذا يا ترى؟ صحيح لأن الفاعل المعلمة مؤنث بالتالي لابد أن يوافق الفعل فاعله في التأنيث ننتقل للجملة التالية يشرح الدرس انظر للفعل المضارع يشرح هو فعل مبني للمجهول لأنه ضم أول هو فتح ما قبل آخره قارن بينه وبين الفعل تشرح في الجملة السابقة لماذا جاء الفعل هنا بصيغة المذكر؟ إجابة مميزة لأن الدرس نائب فاعل مذكر بالتالي لابد أن يوافق الفعل المبني للمجهول نائبه في التذكير والتأنيث ونأتي للجملة هنا يكرم المدير العاملات لاحظ الفعل المضارع يكرمه هو فعل جاء بصيغة المذكر فلماذا؟ نعم لأن الفاعل المدير مذكر بالتالي لا بد أن يوافق الفعل فاعله في التذكير ننتقل للجملة الثانية تكرم العاملات انظر للفعل المضارع تكرمه هو فعل مبني للمجهول لأنه ضم أوله وفتح ما قبل آخره قارن بينه وبين الفعل يكرمه في الجملة السابقة لماذا جاء الفعل هنا بصيغة المؤنث إجابة مميزة لأن العاملات نائب فاعل جمع مؤنث سالم بالتالي لا بد أن يوافق الفعل المبني للمجهول نائبه في التذكير والتأنيث ونأتي للجملة يودع التاجر النقود في البنك لاحظ الفعل المضارع يودع هو فعل جاء بصيغة المذكر لماذا؟ صحيح لأن الفاعل التاجر مذكر بالتالي لا بد أن يوافق الفعل فاعله في التذكير ننتقل للجملة التالية تودع النقود في البنك انظر للفعل المضارع تودع هو فعل مبني للمجهول لأنه ضم أوله وفتح ما قبل آخره قارن بينه وبين الفعل يودع في الجملة السابقة لماذا جاء الفعل هنا بصيغة المعنث؟ إجابة صحيحة لأن النقود نائب فاعل جمع تكسير بالتالي لا بد أن يوافق الفعل المبني للمجهول لنائب الفاعل في التذكير والتأنيث ونعود لأمثلة الكتاب المدرسي صفحة 45 ونناقش فقط الأمثلة في العمود باء والتي تمثل الفعل المضارع المبنية للمجهول وهي ترسم ويرفع ويكتب فقد ضم أولها وفتح ما قبل آخرها لاحظ الفعلة ترسم جاء بصيغة المؤنث فلنخمن معنى السبب رائعون لأن نائب الفاعل لوحة مؤنث والآن انظر للفعلين يرفع ويكتب نرهما بصيغة المذكر لماذا؟ نعم لأن نائب الفاعل علم ومجد مذكر إذن ماذا نستنتج؟ جميل نستنتج أن الفعل المضارع المبنية للمجهول يوافق نائب الفاعل في التذكير والتأنيث هيا بنا نتأكد من فهمنا من خلال تحويل الأفعال في الجمل الآتية إلى المبنية للمجهول بالتالي تغيير ما يلزم ونبدأ بالجملة الأولى يؤدي المصلونة الفرائضة في المسجد إجابة مبدعة تؤدى الفرائض في المسجد لاحظ الفعل تؤدى جاء بصيغة المؤنث فلماذا؟ نعم لأن نائب الفاعل جمع تكسير هيا بنا نحول الجملة الثانية تكافئ الإدارة الموظفات النشيطات ممتاز تكافئ الموظفات النشيطات وهنا أيضا الفعل تكافئ جاء بصيغة المؤنث فلماذا؟ صحيح لأن نائب الفاعل الموظفات مؤنث وهو جمع مؤنث سالم والآن الجملة الثالثة يحصد المجتهد ثمرة النجاح نعم نعم تحصد ثمرة النجاح وهنا أيضا جاء الفعل بصيغة المؤنث نعم لأن نائب الفاعل ثمرة مؤنث ننتقل للتدريب ثلاثة في الكتاب المدرسي صبح ستين وأربعين حيث سنقوم ببناء الأفعال للمجهول ثم نضعها في جملة مفيدة أولا الفعل يقطف ما الفعل المبني للمجهول منه؟ رائع يقطف من خلال ضم أوله وفتح ما قبل آخره والجملة جيد يقطف الورد ثانيا الفعل تمسح هات منه المبني للمجهول ممتاز تمسح والجملة رائع تمسح الأتربة من النوافذ ثالثا الفعل المبني للمعلوم يسمع ما الفعل المبني للمجهول منه؟ أحسنتم يسمع والجملة رائع يسمع الأذان من المساجد هيا بنا أحبائي نحول الفعل المضارع المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول ثم نوظفه في جملة مفيدة ونبدأ بالفعل الأول وهو يملأ ممتاز يملأ والجملة رائع يملأ الكيس بالنقود ننتقل للفعل الثاني وهو يحفظ هيا حوله للمبني للمجهول جيد يحفظ والآن أريد جملة مفيدة الفعل يحفظ يحفظ القرآن في الصدور والفعل الثالث يغرس المبني للمجهول منه هو؟ نعم يغرس والجملة أحسنتم يغرس النبات وأخيرا تعلمنا اليوم أن الفعل المضارع المبني للمجهول يوافق نائب الفاعل في التذكير والتأنيث فإن كان نائب الفاعل مذكرا جاء الفعل موافقا نائبه مثلا يرفع عالم بلادي وإن كان نائب الفاعل مؤنثا أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسيرا جاء الفعل موافقا نائبه في التأنيث مثلا تقضى الإجازة في المنزل و تكرم العاملات و تودع النقود في البنك أعزائي الطلاب انتهى الدرس ألتقي بكم مع مهارة جديدة أستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر